المتاعب النائب العام في قطر المري إلى دفراج عن اثنين من أبناء عمومته ينتمون إلى التنظيم الأول هو علي صالح كحلى المري والآخر يدعى جارلا المري بالنسبة لصالح المري اشتهر باسم عبد الرحمن القطري في تفجيرات سبتمبر 2001 قبض عليه في الولايات المتحدة ديسمبر 2001 واعترف بالتخطيط لهجمات إرهابية بما في ذلك الأسلحة الكيموية هذا الإرهابي القطري اشتهد النائب العام علي بن فطيس المري بكل الطرق للافراج عنه تم ذلك في 2015 من خلال مبادلته مع زوجين أمريكيين كانوا محتجزين في الدوحة اللافت أن صالح المري استقبل كبطل قومي وتلقى النائب العام القطري التهاني على ذلك أما الإرهابي الآخر جارلا صالح المري فهو الشقيق الأصغر لعلي صالح المري اعتقل في أفغانستان ونقل بعدها إلى جوانتنامو النائب العام القطري نجح في ترحيله عام 2008 شرط أن لا يغادر جارلا قطر مدى الحياة لكن سلطات القطرية بعد عام واحد سمحت جارلا بسفر دون إبلاغ الأمريكيين ما أثار حفظتهم شكرا